السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما اتكلم عنها احب وضح لحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاق عليها كل شيء منحة موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع قوي السفر للخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها هتقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالاضافة كمان وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا. وهي كانت فرصة تطوع في في اتنم. شاملها معظم التكاليف وتم اعلان الفيزين في هذه الفرصة. وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم واللي بقول فيها حصرية عن طريق قناتنا. آآ بالاضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة او من حين انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي. او تقدم بنفسك بالتابعة شراء الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس صغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب انوي كمان جماعة رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة حكومية موجودة في فرنسا. تمام? طيب بالنسبة للدولة اللي هيكون فيها هذه المنحة هي دولة فرنسا. المرحلة الدراسية الموجهة لها هذه المنحة موجهة لدرجة البكالوريوس والماجستير. يعني الناس اللي مخلصة سنوية عامة او في اخر سنة من السنوية العامة او الناس اللي مخلصة بكالوريوس او في اخر سنة من البكالوريوس تقدر تقدم. انما الناس اللي عايز تقدم لدرجة الدكتوراه غير متاح لان المنحة دي متاحة للباكالوريوس والماجستير فقط. ولو في شخص مسلا اه درس ماجستير وعايز يدرس ماجستير للمرة التانية تمام? او درس وباكالوريوس وبادرس للمرة التانية متاح برضو التقديم فيها عادي. ولكن درجة الدكتوراه غير متاحة. طيب اسم المنحة دي ايه? المنحة دي اسمها تمام? ده اسم المنحة. والمنحة دي هتكون في جامعة اسمها ساينس بو. تمام? دي بقى دي الجامعة اللي هيتم الدراسة فيها ودي اسم المنحة وليس اسم الجامعة. تمام كده? طيب بالنسبة للدول المتاحة في التقديم. آآ كل دول العالم متاحة للتقديم. تمام كده? سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية تقدر تقدم للفرصة دي من غير اي مشكلة خالص. طيب بالنسبة للتمويل في هزي الفرصة. التمويل في هزي الفرصة تمويل آآ يعني لحد ما ممتاز. آآ بيوجد عدة اشكال للتمويل في هزي الفرصة. هنتكلم عن تمويل الباكالوريوس بعد كنا تكلم عن تمويل الماجيستير. بالنسبة لتمويل الباكالوريوس الناس اللي هتدرس باكالوريوس هتاخد آآ رسوم دراسية هيكون فيه لكل سنة رسوم دراسية سبعة تلاف وتلتمية يورو هتدفعها لك المنحة نظير دراسة الباكالوريوس لمدة سنة تلات سنين لان الباكالوريوس في فرنسا مدته تلات سنين. تمام كده? فبالتالي انت كل سنة رسوم الدراسة سبعة تلاف وتلتمية يورو هتدفعهم لك المنحة. اضافة هيكون فيه مبلغ لتغطية تكاليف المعيشة هتاخد منهم مبلغ عشان مصاريفك للشخصية والاكل والسكن والحاجات دي هيكون في مبلغ سنوي خمس تلاف يورو. تمام? ده بالنسبة لمبلغ المعيشة وده بالنسبة لمبلغ الدراسة اللي هتدفعه لك برضو المنح. طيب هيكون في منحة دراسية اخرى مقدرها سبعة تلاف وتلتميت يورو في السنة بس. وفي منحة دراسية تانية مقدرها خمس تلاف يورو فقط في السنة. وفي منحة دراسية بقيمة تلات تلاف يورو في السنة. طيب المنح دي بيتم توزعها على اساس ايه? يعني ليه في كزا شكل من المنح? منح دي بيتم توزعها على اساس الجدارة. يعني آآ المنحة مثلا بتشوف الشخص ده مقدم بطريقة كويسة عنده مؤهلات عنده كل هذه الاشياء ممكن يدوله الجزئية الاولى او المنحة الاولى. تمام? اللي هو طيب الاول من المنحة. في شخص تاني مثلا آآ يعني قدراته الى حد ما كويسة والكلام ده كله ممكن ياخد المنحة التالتة. يعني تنظيم المنحة او تقسيم المنح للاشخاص المتقدمين او المقبولين هيكون تبعا للجدارة والمؤهلات. تمام? والتقديم بشكل ممتاز. تمام كده? او ده بالنسبة ليه تمويل الباكالوريوس. طيب بالنسبة لتمويل الماجستير هيكون في منحة مقدرها عشر تلاف يورو في السنة لتقطية الرسوم الدراسية للماجستير اللي هيكون مدته عامين. تمام? وفي منحة دراسية اخرى بمقدار خمس تلاف يورو في السنة لمدة عامين. تمام? وبرضو آآ طريقة تنظيم نوع المنحة هنا اللي هيتم اعطاها لكل مقبول من الاشخاص المتقدمين هيكون على اساس الجدارة والتقديم بشكل كويس. طيب بالنسبة هنا للتخصصات المتاحة في المنحة عندنا مجموعة تخصصات متاحة منها القانون حول الانسان الصحافة والاعلام علم النفس والاجتماع العلوم الدولية والادارة والابتكار. التخصصات دي متاحة لكل المرحلتين. الماجستير والباكالوريوس. تمام كده? ما حدش يجي سألني الطب متاح ولا لا? لا الطب مش متاح ولا الهندسة متاح. التخصصات دي فقط هي المتاحة. ولو انت مسلا درست تخصص قريب من التخصصات دي واحد مسلا درس اداب مسلا درس آآ في كلية تربية مسلا. وعايز يقدم لأحد التخصصات دي متاح التقديم برضو. لو تخصصك كان قريب من احد هذه التخصصات. تمام? طيب. بالنسبة للاوراق المطلوبة في التقديم للمنحة دي. الاوراق المطلوبة عندنا اول حاجة السيفي بتاعك. السيرة الزاتية بتاعك. بتاعتك لازم تكون موجودة. تمام? تانية حاجة كشف الدرجات وشهد التخرج لازم يكونوا موجودين. طيب. تالت حاجة صورة البسبور او بطاقة الهوية. لو انت مش معاك جواز السفر. ممكن عادي تحط صورة بطاقة الهوية بتاعتك. تمام? فده برضو حاجة ممتازة قدمتها المنحة. ركز بها معايا في الجزئة دي عشان ما يطلعش بيطلع يعني في ناس كتيرة جدا بتطلع بتسأل اسئلة بخصوص شهادة اللغة. طيب. انا اشرح الحتة دي. بيقول لك ان الدراسة تكون باللغة الفرنسية او الانجليزية. ميزة من مميزات المنحة دي او آآ الدراسة في هذه الجامعة انك تقدر تدرس باللغة الفرنسية كمان مع اللغة الانجليزية. تمام? فبرضو بالنسبة لدول المغرب العربية ازا المغرب والجزائر وتونس وبرضو ليبيا وموريتانيا والدول دي تقدر يعني يدرسوا باللغة الفرنسية لان الدراسة عندهم في هذه الدول باللغة الفرنسية. فبتالي لما هيروحوا الفرنسا هيلاقوا ان الموضوع اسهل ومش محتاجين اللغة الانجليزية محتاجين اللغة الفرنسية. طيب بالنسبة للدول العربية التانية الاخرى زي مصر وبقى ومسلا والامارات وقطر والسودان وهذه الدول تقدر تدرس باللغة الانجليزية اذا مش معاهم اللغة الفرنسية. طيب وكمان اذا درست من من قبل سنتين من اي مرحلة دراسية او كورس باللغة الانجليزية والفرنسية فانت مع في منتقديم شهادة اثبات اللغة. يعني لو انت درست قبل كده كورس مسلا لمدة سنتين على الاقل. او درست مرحلة سابقة مسلا درست البكالوريوس بتاعك والمدرسة السنوية بتاعتك باللغة الانجليزية والفرنسية انت مع فيه. مش مطلوب منك تقدم شهادة لغة. طيب اذا ما معكش اثبات من هزي الاثباتات يبقى انت مضطر تقدم شهادة اللغة ولكن يمكنك التقديم في المنحة حاليا وازا تم قبولك يجب توفير شهادة اللغة بحد اقصى السنة القادمة قبل بدء الدراسة. يعني وحضرتك بيتقدم في المنحة حاليا اذا مش معاك اي اثبات على شهادة اللغة او اي شهادة لغة او حتى ما درستش كورسة سابق باللغة الفرنسية والانجليزية تقدر تقدم عادي في المنحة برضو. ولكن اذا تم قبولك لازم توفر شهادة لغة قبل بدء الدراسة. تمام كده? طيب ده بالنسبة لجزئة الاوراق المطلوبة. هنا عندنا ملاحظة هذه المنحة ليس بقى حد اقصى العمر. تمام? انها متاحة لجميع الاعمار. تاني حاجة هذه المنحة حكومية وبتقبل اعداد كبيرة. من ميزة المنحة دي انها بتقبل اعداد كبيرة. تمام? آآ هذه المنحة لا تحتاج اثبات شهادة اللغة انت التقديم زي ما شرحنا في الاعلى. طيب كيفية التقديم في المنحة دي لا يوجد منفصل للمنحة. هيكون التقديم للجامعة اللي هي جامعة ساينس بو زي ما احنا حددنا هنا. تمام? هو مباشرة التقديم للمنحة دي. يبقى تقدم في الجامعة وبتختار داخل الجامعة بتختار انك عايز تقدم كمنحة لمنحة كمان كده? طيب. اخر موعد للتقديم في هذه الفرصة هو ستاشر ديسمبر للماجستير. الناس اللي هتقدم ماجستير يبقى لازم تقدم قبل ستاشر ديسمبر الفين وعشرين. الناس اللي هتقدم لدرجة البكالوريوس يبقى لازم تقدم قبل تمانية وعشرين فبراير الفين واحد وعشرين. انا هنا طبعا نسيت احط يعني رقم واحد بس هو آآ تمانية وعشرين فبراير الفين واحد وعشرين. ده اخر موعد للتقديم لدرجة البكالوريوس. طيب. هنا عندنا ملاحظة اللي احنا قناتنا اللي هي قناة منح من كل الالوان. بتوفر خدماتك كتيرة جدا. من ضمنها اول حاجة خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزة. يعني العايز تدمن خلالنا على هذه الفرصة متاح. في الخدمة التانية اللي هي خدمة تجهيزة الاوراق بشكل احترافي. ممكن نجاهز لك الاوراق المطلوبة بشكل عام لكل المنح. تمام? يعني الاوراق المطلوبة بصفة عامة للمنح. وانت تستخدمها في التقديم لاي منح انت عايزة. تمام كده? طيب اه وطبعا ازا عايز اي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي استمرت كل خدمة موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا دلوقتي بقى نشوف اه الاعلان الرسمي للمنحة وابلكيشن التقديم. ده الاعلان الرسمي هتجي تضغط على الجزئة دي هيفتح معاك الاعلان الرسمي. طيب اه ده الاعلان الرسمي هتلاقي فيه كل التفاصيل هنا. اه دي تفاصيل درجة البكالوريوس والتمويل بتاعها درجة الماجستير والتمويل بتاعها هتلاقي امتى زي ما انا كنت قلت تمامية وعشرين فبراير الفين واحد وعشرين. ستة ديسمبر الفين وعشرين للماجستير. كل تفاصيل المنحة هتلاقي موجودة هنا وده الموقع الرسمي للجمع. تمام? طيب. دلوقتي تعالوا نخش على جزئة التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدمة الان دي عشان يفتح معاك التقديم. هنضغط عليها. هيفتح معانا التقديم بالشكل ده. طيب انت كمستخدم جديد. ما عندكش على مواقع المنحة. المفروض تعمل ايه? تروح تضغط على كلمة دي. تمام? وهنا بتختار الدرجة العلمية اللي انت عايز تقدمها. وفي حاجة يا جماعة بالنسبة لدرجة البكالوريوس الناس اللي هتقدم على البكالوريوس التقديم على البكالوريوس هيفتح منتصف هذا الشهر. هيفتح في شهر اكتوبر. تمام? خمستاشر اكتوبر هيفتح التقديم للبكالوريوس. عشان كده انت مش هتلاقي البكالوريوس بيظهر في القائمة هنا. هتلاقي فقط الماجستير والدورات التدريبية. انما تنتظر للبعد خمستاشر اكتوبر التقديم للبكالوريوس هيبدأ يفتح وهيبدأ يظهر لك هنا تمام? طيب. لو انت هتختار هنا تختار مسلا وتختار اول واحدة دي. وبعد كده بتكمل تضغط على كلمة دي. تمام? وفي الجزية دي بقى انت بتحط بياناتك اسمك واسم العائلة والايميل بتاعك وكل الكلام ده. ولما بتضغط على كلمة دي يبقى انت كده عملت اكاونت على موقع المنحة. بعد كده بتاخد الايميل بتاعك تمام? الايميل اللي انت اه عملتو او الايميل الخاص بيك والباسورد اللي انت عملته بتحط في الق Lynaut Евن الايميل بتاعك وبتحط الباسورد وبعد كده بتضغط على كلمة لوجن عشان بتدخل بالابليكيشن بتاعك. طيب. انا كنت عملت فيديو سابق في السنة اللي فاتت. تمام? وكنت شرحت فيه المنحة دي. وكنت شرحت ازاي ممكن تقدم عليها وازاي تم لأبليكيشن التقديم. فانا هسيب لكم الفيديو ده فيه صندوق الوصف اسفل ايه الفيديو? اتفرج عليه كمان. يعني اسفل الفيديو ده هتلاقي فيه فيديو تاني خاص بالتقديم. كنت عملته السنة اللي فاتت. فاتفرج على الفيديو ده وشوف برضو تفاصيل التقديم عشان يبقى انت كده ملم بالمنحة بشكل كان. تمام? عشان بس منعا للتقرار انا مش هشرح الابليكيشن مرة اخرى. فكده شرحنا كل تفاصيل المنحة مميزات والشروط وكل حاجة. فلو حابين تقدموا الها يا ريت واتبعوا اللي هو اخر موعد التزموا بيه عشان ما تعديش الموعد وانت لسه متجاهز في الاوراق. تمام? وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولبولي يكون فيها زي المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.